طيب النهاردة الفريق أكيد ده كلكم تابعته في التغطية الخاصة صفر البعثة وتحرك الطيارة حوالي الساعة يعني 12 نص وحدة دور أعتقد بإذن الله ممكن يعني على حوالي الساعة 5 ونص كده بإذن الله تكون البعثة وصلت بإذن الله لمطار أبو الزبي شوفنا قدامنا اللعيبة شادي حسين مصطفى شبير كريم فؤاد ده طاهر محمد طاهر أحمد نبيل كوكا كمان زي ما انتوا شايفين انضم للبعثة وطبعا في اتفاق تم مع المنتخب الأولمبي كمان أكرم توفيق مارسل كولر دكتور أحمد أبو عبلة يعني إن شاء الله بإذن الله يكون الفريق في حالة فنية وجاهزية كبيرة جدا طاهر موجود في المباراة رغم أنه طبعا نخد كارتة أحمر في لقاء الإسماعيل وهيغيب مباراتين لكن اللايحة بتقول أن كل مسابقة محلية مستقلة ما بترتبطش ببعضها يعني أي انذار أي كارتة أحمر في الدوري ملاش علاقة بالكاس ملاش علاقة بكأس الربطة ملاش علاقة بكأس السوبر ياسر إبراهيم موجود في المعسكر موجود في الرحلة وده تأكيدا لأن كل اللي كان بتقلق قبل كده بخصوص ياسر إبراهيم كان كله كلام في الهواء كلام فاضي وعايز أقول لكم الفترة الجاية كمان هتسمع أخبار كويسة بالنسبة اللعيبة اللي المسلم بتاحها أو العقد بتاحها بينتهي المسلم الحالي هيكون فيه سلسلة من التجديدات لعدد من اللاعبين أبرزهم بالتأكيد بإذن الله هيكون ياسر إبراهيم وعدد من لعبي فريق النادي الأهلي وبالتالي كل الكلام اللي كان بتقلق قبل كده وإن مرس القرى لتكلم مين في الدفاع معايا مين هيمشي مين هيكمل مين هيعتمد عليه كل الكلام ده في الهواء ياسر إبراهيم موجود معاه في المباراة اللي فاتت وكمان موجود معاه في رحلة السوبر لو الرجل مش مختنع به أكيد ما كانش هيضم ياسر إبراهيم علي معلول موجود كمان أحد الركاز الأساسية اللي موجودة فيه خط الدفاع وفيه الجبهة اليسرى بيرستاو اللي بإذن الله هيكون إحدى المفاجآت اللي هتكون موجودة في لقاء السوبر وخد جزء كده من مباراة أسوان محمد عبد المنع ممكن إصابة بسيطة لكن إن شاء الله لنتمنعه من خد مباراة السوبر